اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين منعاً لانتشار فيروس كورونا خاصة في يوم شام نسيم ومنها الغلق الكامل لكل المنتزهات والحضائق العامة والشواطئ لمنع التجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد ومتر الأنفاق وأوتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري وإيقاف كل أوتوبيسات الرحلات التي تنطلق أو تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ للحد من الكثافات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ينضم معنا مرسلو اكسترانيوز في مختلف المحافظات تنظم إلينا دورية عاطف من وسط البلد بي القاهرة وكريم رجب من منطقة شبرى وعواض الغنام من الإسكندرية وأحمد الأفيوني من قناء أرحب بكم جميع المرسل اكسترانيوز وأبدأ معك دورية وأنت في وسط البلد ما هي الحالة الآن صفي لنا هذه الحالة تحياتي لك شادي وليجميع السادة المشاهدين بالفعل متوجدين منذ الصباح وحتى هذه اللحظة هنا بوسط القاهرة يعني المشهد بشكل عام شادي يعني عنوانه هو الالتزام ما نشاهده منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تجمعات في وسط القاهرة أيضا هنا حيث أتواجد في على كورنيش النيل والذي يعني يعتاد في هذه المناسبات أو في الأيام العادية وجود تجمعات عليه لا يوجد أي تجمعات نشهد نها منذ الصباح وأيضا يعني كما هو الحال في منطقة وسط القاهرة هناك سيولة مرورية كبيرة لم تتغير منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لم نشهد أي ازدحام أو تواجد كبير للسيارات لكن في الشوارع هناك سيولة مرورية لا تختلف الصورة منذ الصباح وحتى هذه اللحظة حتى في أوقات الضروة لا يوجد أي ازدحام سيولة مرورية كما ذكرت لك شادي أيضا يعني المحلات التجارية التزمت اليوم بالغلق الكامل ولا يوجد أي مواصلات نقل عامة يعني المشهد بشكل عام شادي هنا كما ذكرت لك هو عنوانه الالتزام ربما أصبح المواطن مصري أكثر وعي بهمية تلك القرارات لصالحه يعني هذا هو هذه الصورة وهذا هو المشهد العودة لك شادي مرورية وماذا عن تواجد الخدمات الأمنية في الشوارع في وسط البلد الدرية؟ هناك تواجد أمني كثيف بالطبع منذ الصباح شادي وهنا يعني حيث أتواجد تحديدا في كورنيش النيل هناك حواجز أمنية هنا بطول الكورنيش وهناك تواجد أمني كثيف في وسط القاهرة بشكل عام كما أنه كان هناك جوالات منذ الصباح لمحافظ القاهرة لأطمئنان على الغلق الكامل للمنتزهات والحضائق وأيضا عدم موجود أي تجمعات طيب بشكرك درية وأذا بيلا منطقة أخرى أيضا في القاهرة وهي شبرة هناك يتواجد كريم رجب مراسل أكسرا نيوز أهلا بك كريم وصف لنا الوضع من على الكورنيش في شبرة تحياتي لك شادي نستطيع أن نقول أن الحكومة استطعت أن تنجح في الحد من التجمعات التي كانت هي السماء المميزة لهذه المناسبة ومناسبة شم النسيم لأن هذه المنطقة التي يتواجد فيها الآن وأمام أحد المراسل النيلية هنا في منطقة المظلات كان يجتمع فيها عدد كبير من المواطنين لاستمتاع بمياه النيل والرحلات النيلية هنا ولكن جميع الأوتوبيسات النهرية هنا متوقفة تماما وجميع الوسائل الطرفهية المتعلقة بنهر نيل متوقفة تماما ومغلقة أمام المواطنين بالإضافة أيضا إلى خلو كورنيش النيل من المواطنين بسبب الانتشار الأمني الذي يتواجد منذ أصباح وحتى هذه اللحظات والذي نجح أيضا في هذه المهمة بالإضافة إلى عدم السماح للسيارات أن تقوم بالوقوف أو الانتظار بمحاذاة كورنيش النيل هنا في هذه المنطقة وحتى وسط القاهرة وبالتالي هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا استطاعت أن تنجح في تنفيذها وبالتالي خلق الكورنيش تماما من المواطنين بالإضافة أيضا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى التي كانت متعلقة بين المحالة التجارية القريبة هنا أيضا على من كورنيش النيل مغلقة تماما ولا يوجد سوى الصيدليات والتي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء وأن يتم التعامل مع المحالة التجارية كيومي الجمعة والسبت وبالتالي هذه الإجراءات التي تم تنفيذها منذ الصباح وحتى هذه اللحظات وبالتالي لا يوجد أي تجمعات هنا في منطقة كورنيش النيل إليك يا شادي شكرا جزيلا لك كريم رجب كنت معنا من كورنيش النيل بشبرى بالقاهرة وننتقل إلى محافظة أخرى الإسكندرية وكورنيش آخر هو كورنيش الإسكندرية يوجد هناك عوض الغنام أهلا بك عوض وصف لنا الحالة على كورنيش إسكندرية الآن نعم شادي ربما المشهد هنا في كورنيش الإسكندرية لا يختلف كثيرا عن كورنيش في كورنيش النيل في القاهرة إلا فقط في جماله وروعاته حالة من الروعة والسكون الهادئ هنا كأن لا يوجد أحد وبالفعل لا يوجد أحد منذ أن تواجدنا هنا في مدينة الإسكندرية البحر على يميني والكورنيش على يساري لا يوجد أي حركة أو حركة على مدار الساعات الماضية منذ وصولنا هنا غادرنا منذ دقائق شادي محافظ الإسكندرية الذي قدم الشكر والعرفان لأهالي إسكندرية على التزامهم كبير بعدم الحرك والتحرك حفاظا على أرواحهم وصحتهم وقدم أيضا لأسف لكل زوار إسكندرية تعلم بأن الإسكندرية في هذا التوقيت من كل عام حيث عيد الربيع وشام النسيم يتوافد إليها أركام كثيرة الأركام الأولية تتحدث سنويا عن أكثر من 2.5 مليون مواطن مصري يأتي من كل مصر إلى مدينة الإسكندرية ليقضاء هذا اليوم الرائع في مدينة الإسكندرية ولكن للأسف حسب توصيف المحافظ لا يوجد أي فرصة لاستقبالهم هذا العام نظر للظروف الطريقة التي تمر بها البلاد حفاظا على أرواح المواطنين هناك حزمة من القرارات كما أكدنا في الخدمات الإخبارية السابقة كان أصدرها محافظة الإسكندرية بالأمس واليوم قام بجولة للتأكد من تطبيق هذه القرارات أهم ما هو إغلاق كل الشواطئ سواء المفتوحة أو المغلقة شادي هي هذه الشواطئ تزيد عن 61 شاطئ وكان يستقبل مئات الآلاف سنويا في هذا التوقيت بدأ من المعمورة حتى المنتزة بعض هذه الشواطئ هي تباعة مثل المنتزة لوزارة السياعة فبالتالي هذه الإجراءات تمت بالتنصيق مع جهات أخرى وربما كذلك من ضمن القرارات التي اتخذت اليوم هو إيقاف حركة الترام تعلم بأن من ضمن السمات التاريخية لمدينة الإسكندرية هو ترامها التاريخي الآن توقف هذا العمل نحو 77 خط في مدينة الإسكندرية تم إيقافه بالتمام بالإضافة إلى 400 أوتوبيس يعملون في النقل العام في مدينة الإسكندرية تم كذلك إيقافهم تمام ربما الذي لم يتوقف هو حركة الملاحة في مدينة الإسكندرية وتحديدا في ملاحة الإسكندرية هي حركة لا تتواقب بالنسبة لصادرات مصر إلى عواصم العالم أيضا المشروعات القومية يتم العمل معها مع إجراءات احترازية للعمار ربما محور المحمودية يعلمه كذلك أهل الإسكندرية هو من أهم المحاور الاستراتيجية المهمة التي ستمثل نقلة نوعية لحياة أهل الإسكندرية العمل فيها يتم فيها على قدم النساق ولا يتم التوقف في هذا المشروع الضخم للغاية مع ذلك لا يوجد جديد إلا فقط الجولات التي يقوم بها العاملين هنا في السلطة والإدارة التنفيذية وهناك غرفة عمليات شادي تعمل على مدار الساعة في محافظة الإسكندرية هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة شكرا لك على كل هذه التفاصيل من كورنيش إسكندرية وبحرية بشكرك عوض الغنام مرسل إكسرا نيوز ومفادها إلى الإسكندرية والآن إلى صعيد مصر بعد أن نشاهد هذه الصورة من محافظة الإسكندرية الكورنيش وهو خالي تماما من المرة تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة في الإسكندرية ضمن طبعا الإجراءات الاحترازية المتخدة من الحكومة والدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا من الإسكندرية إلى صعيد مصر إلى قنة هناك يوجد أيضا أحمد الأفيوني مراسل إكسرا نيوز أهلا بك أحمد وأنت على الكورنيش الآن كما نراك صف لنا الحالة من عندك نعم شادي ما زلت تواجد في محافظة قنة وبتحديد من داخل كورنيش النيل هنا في وسط مدينة قنة ربما المشهد هنا في قنة شادي يعني لم يختلف كثيرا عن باقي محافظات مصر الجميع هنا بالفعل قد التزم وكما ذكرت لك تواجد في كورنيش النيل وهو أحد أهم وأشهر المذارات الترفيهية هنا بالمحافظة ويقصده ألاف المواطنين يوميا هذا بخلاف أيام العطلات والأعياد الرسمية وخاصة أعياد الربيع حيث يستقبل هذا الكورنيش جميع المحتفلين من أبناء المحافظة ومن أبناء المراكز المجاورة هنا لمدينة قنة الوضع هنا شادي كما رصدناه منذ صباح اليوم هناك جولات قام بها السيد اللواء أشرف داودي محافظ قنة وسيد اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنة وسط تعديدات أمنية هنا في منطقة الكورنيش وجميع المناطق الموجودة هنا مثل الحضائق العامة والمتنذهات العامة التي أغلقت بالفعل أبوابها اليوم أمام المحتفلين ومنعت أيضا دارة محافظة قنة حركة المراكب النيلية الترفيهية التي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة هنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد أيضا يعني من خلال متابعاتنا اليوم في محافظة قنة شادي رصدنا توقف لحركة القطرات تماما في محطة ثقة حديد قنة وأيضا تم توقف لحركة المواصلات بشكل عام هنا المواصلات العامة والخاصة وعربية الترفيز والتكسي بالفعل الجميع اليوم قد التزم هنا في محافظة قنة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين كما يعني أعلنت دارة محافظة قنة ربما هذا هو المشهد لدي وهذه هي الصورة لدي من هنا من محافظة قنة وبالتأكيد سنتابع معك شادي عبر ساعات القليلة القادمة أهم المسجدات من هنا من محافظة قنة شكرا جزيلا لك أحمد الأفيوني مراسل أكسرا نيوز كنت معنا من قنة أشكر كل مراسلي أكسرا نيوز المتواجدين معنا في كل المحافظات في مصر دورية عاطف كريم رجب عوض الغنام أحمد الأفيوني شكرا جزيلا لكم جميعا وبالتأكيد نعود إليكم مرات أخرى للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بحالة الحالة في الشوارع في مصر شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم